معطيات الميدانية بحيث رأينا مؤخرا انخفاض نسبة وعدد الوفايات وكذلك انخفاض عدد الإصابات على مستوى الولايات التي كانت معنية بالحجر الصحي وبالتالي تم اتخاذ هذه القرارات بناء على معطيات ميدانية وبناء على نصائح لجنة العلمية المكلفة بمتابعة مكافحة وباء كورونا نعم طيب ما الجديد يعني ربما انخفاض أعداد الإصابات ربما حتى بداية التلقيح كان له ربما السبب المباشر في تنفيذ هذه الإجراءات في رأيك يعني طبعا المؤشر العالمي هو انخفاض عدد الإصابات بعدما كان خمس ملايين في الأسبوع عالميا إصابة جديدة أصبح الآن تلت ملايين فاصل سبعة وهذا دليل على أن الكوفيد هو في تراجع مستمر لمدة أربع أسبوع الأخيرة وهذا شيء إيجابي ومبشر ونقول بأننا خرجنا من النفق في انتظار مواصلة التلقيح لتحقيق ما يسمى بالمناعة الجماعية ومن أجل الحصول على المناعة الجماعية لابد من الحفاظ على التباعد الاجتماعي وتنمية الوعي الفرضي لأنه بدون وعي فرضي وبدون التزام من طرف المواطن بالتباعد الاجتماعي لا يمكن تحقيق هذه المناعة التي تتطلب تلقيح أكثر من 60% من مجموع الشعب الجزائري أي ما يعادل حوالي 20 مليون جزائري باستثناء الفئات التي هي أقل من 18 سنة وهذا يطلب كميات كثيرة من اللقاحات سنتحدث عن هذه النقطة بأتحديد ولكن قبل ذلك ربما ألا تعتقد أنت كمختص في الإدارة الصحية وفشان الصحية أن هذه الإجراءات قد ترفع هامش حصول موجة ثالثة في الجزائر من الإصابات؟ طبعا القرار هو شجاع وليس سهل والانتقان من الحجر الصحي إلى الحجر الصحي مباشرة قد يؤدي إلى ما تتحدث عليه ولكن رأينا بأن الانتقال كان تدريجي يعني تدريجي معناتها كان تدريجي حاذر وسلس ما زالت الإجراءات مطبقة على 19 ولاية المتبقية بعدما كانت في البداية أغلب الولايات يعني هي معنية بالحجر الصحي ولكن اليوم شفنا منذ 8 أشهر دخلنا في المرحلة الثالثة اليوم دخلنا في المرحلة الثالثة من تخفيض الإجراءات المتعلقة بالحجر الصحي كان هناك تخفيض لعشر ولاية الأولى ثم تخفيض ل19 ولاية اليوم بقيت فقط 19 ولاية معنية بالحجر الصحي وتمديده على مستوهاته الولايات لمدة 15-10 يوما ابتداء من 10 ليل إلى غاية الخامسة صباحا وهذا شيء يعني مؤشر إيجابي وإيجابي جدا نعم طيب أنت أشرت إلى نقطة مهمة أستاذ محمد قندوز وهي المناعة الجماعية نحن عندنا أسبوعين من اللي بدأنا حملة التلقيح الجزائر ربما عندها 90 ألف جرعة أو 100 ألف جرعة يعني كيف يمكن أن نحقق المناعة الجماعية أو ما هو عدد الذين يجب أن يخذوا التلقيح في الجزائر لنحقق هذه المناعة الجماعية توازين مع عملية التلقيح التي هي متواجدة ومستمرة في الميدان لابد من التحسيس مواصلة التحسيس وفي نفس الوقت مواصلة يعني الالتزام بالإجراءات المتعلقة بالتباعد الاجتماعي ولبس الكيمامة واستعمال المحلول الكحولي لأننا لم نقضي بعد على الوباء وبالتالي استمرار في التلقيح بالتوازي مع عملية التحسيس الفئة المعنية الأولى طبعا شارعت في التلقيح لهي الأطباء والناس لمارسوا مهمات أساسية وفيما بعد الفئة الأخرى المتعلقة بأصحاب الأمراض المزمنة ثم الناس لهم أكثر من 18 سنة ولكن بالتوازي مع عملية التلقيح التي هي نقول لحد الآن كتقييم أولي هي عملية ناجحة ولم نرى أي مضاعفات جانبية أنت ربما كنت أخذت تلقيحها كذا أخبرتك سيد محمد طبعا تلقيح بسبوتنيك خمسة طبعا إلى جانب أسترازينيكا يعني كلا اللقاحين يعني ما فيهم حتى مضاعفات ما فيهم حتى مضاعفات لحد الآن لم نسجل أي مضاعفات والأشخاص اللي تلقوا اللقاحات هم بصحة جيدة قلنا اللقاح لا يقتل بالعكس الفيروس هو ليقتل اللقاح هو آمن وفعال وهو اقتصادي لأننا الحمد لله يعني صخرنا مبلغ مالية وهذه المبلغ من شأنها يعني أن تؤدي الغرض نعم طيب نتحدث ربما عن تحقيق المناعة الجامعية نحتاج إلى عشرين مليون ربما تلقيح هنا في الجزائر كم عدد الجرعات اللازمة خاصة وأنه بعض اللقاحات يستلزم أخذ جرعتين وليست جرعة واحدة فقط طبعا كل اللقاحات التي تم اقتناؤها من طرف الجزائر في إطال الاتفاقيات مع مخبر العالمي جاماليا ومخبر أسترازينيكا كانت يعني وصلت إلى الجزائر ولقاحين يعني يطلب جرعتين مبتلي لتلقيح عشرين مليون جزائري لابد من الحصول على ربعين مليون جرعة وهذا ليس سهل في ظل الصراع المحموم على اللقاحات يعني الصراع الدولي الحمد لله في الجزائر يعني لم نرى مشاكل الحمد لله هناك إقبال ولكن بوترة عادية وهذا شيء جميل يعني بعض الناس اللي يحبوا يلقحوا يجيوا لمراكز العلاج والعيادة المتعدد للخدمات والمستشفيات وبعض الأشخاص اللي يعني ما يحبوش يلقحو ما يلقحوش ولهذا ما هوش مشكل إذن اللقاح هو ليس إلزامي وليس إجباري طيب أعداد الإصابات منخفضة ربما في حدود المائتين يوميا منذ فترة إذن هذه الإجراءات كيف يمكن أن نتصور أو نتوقع أن تكون الأعداد بعد ربما أيام أو أسابيع طبعا التوجه العالمي هو انخفاض عدد الإصابات كما قلت عالميا وهذا نتيجة عدة عوام منها الإجراءات الاحترازية لفرضتها السلطات العمومية ومنها السلطات العمومية الجزائرية والحمد لله والتزام المواطن وتباعد الاجتماع إضافة إلى عمل التلقيح يعني بعد مباشرة الشروع في عمل التلقيح المواطن سجلنا يعني انخفاض عدد الإصابات وهذا شيء إيجابي ويعطيه مؤشر لما هو آد إن شاء الله الخروج من هذه الأزمة الصحية التي أنهكت المواطن وبالدرجة الأولى التجار والمؤسسات الاقتصادية وخزينة الدولة على العموم طيب كسؤال أخير سيد محمد جندوز ربما الإجراءات التي اتخذتها وزارة الأولى لم تمسكل النشاطات هل ربما يعكس ذلك أنه ما زال في تخوف من موجة ثالثة ومن ارتفاع جديد للإصابات طبعا هذا التنقل حاذر وسالس يعني يصحبه إجراءات يعني لاحقة إن شاء الله طبعا فتح كل المساجد هذا شيء إيجابي وإيجابي جدا إضافة إلى فتح المطاعم وسجلنا اليوم الحمد لله الناس يعني تنفست الصعادة بدخولها للمقاهي عندهم عدة أشهر لم يدخلوا المقاهي وهذا شيء جميل ويؤثر إيجابيا على نفسية المواطن طيب سيد محمد جندوز أستاذ جامعة مختص في الإدارة الصحية شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات